مركز دكتور نشأت للخصوبة وقراحة المناظير دكتور محمود نشأت خلق خبير النساء والعقم وقراحة المناظير مركز دكتور نشأت 78 شرع المنيل محطة الغمراوي الدور الرابع شقة منية مرحباتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم على موضوع في غاية الهمية وهو مساعدة الإخصاب أو مساعدة الإنجاب ولو في وقت نتكلم عن موضوع تاني الحقيقة حمل لنا ألأ كبير جدا في فترة الأخيرة وهو المشيمة الساقطة الملتصقة هنبدأ الأول بالموضوع الهامي جدا وهو وسائل الإخصاب المساعد أو طرق مساعدة الإنجاب يعني إيه إخصاب مساعد المفروض الإخصاب هو التقاء البويضة بالحيوان المنوي وينتج عنه التحمهم وبعض ودي اسمها مرحلة الإخصاب يعقوبها مرحلة تانية اسمها مرحلة الانقسام ثم مرحلة الانزراع فالإخصاب الطبيعي بيتم عن طريق العلاقة الزوجية الطبيعية فبيحدث الإخصاب ده خلاص ده سبونتينيس يعني إخصاب تلقائي مش محتاج تدخل من أحد لكن لو فيه طرف ثالث تدخل اللي هو الطبيب بنطلق عليه الإخصاب المساعد أو طرق مساعدة الإنجاب لأنه فيه طرف ثالث تدخل عمل حاجة معينة الحاجة المعينة دي ساعدت على الإنجاب ساعدت على الإخصاب عشان كده سمناها مساعدة الإنجاب أو مساعدة الإخصاب إيه هي الطرق اللي احنا بنستعملها لمساعدة الإنجاب أو مساعدة الإخصاب عندنا نوعين أساسيين النوع الأول وهو التلقيح داخل الرحم وهو ما يسمى بالتلقيح الصناعي أنه احنا هنقول نعمله إزاي التلقيح الصناعي ده هو التلقيح داخل الرحم واضح من التسمية أنه لازم يتبقى الأنابيب ما فيهاش مشاكل سألك اللي احنا بنحط زي ما نشرح بعد شوية السائل المنوي وداخل الرحم ويمشي في الطريقه الطبيعي يمشي في قناة فالوب والبوايدة تطلع من المبيض تطلع في قناة فالوب يلتقي في قناة فالوب زي الحمل الطبيعي بالضبط ده اسمه التلقيح الصناعي أو التلقيح داخل الرحم في المجموعة الثانية وهو التلقيح خارج الرحم يعني احنا بناخد البوايدة بناخد حمل منوي بنعمل لهم تلقيح في الخارج ثم تحدث مراحلات الإخصاب فالانقسام وبعدين بندخل البوايدة ملاقاحة المنقسمة اللي احنا بنسميها جنين داخل الرحم احنا عملنا التلقيح خارج الرحم فإحنا عندنا ثلاث طرق أساسية لإحداث مساعدة الإنجاب أو مساعدة الإخصاب الأولى هو التلقيح الصناعي أو التلقيح الداخل الرحم الثانية وهو ما يسمى باطفال الأنابيب والثالثة وهي ما تسمى بالحق المجائي نتكلم الأول على التلقيح الداخل الرحم أو التلقيح الصناعي ده بنعمله إزاي وبنعمله المين وإنسب نجاحه التلقيح الداخل الرحم بنعمله الأول بقولنا نعمله المين نعمله واحد لو زوج ما عندوش خضرة على وضع الحيوانات المنوية داخل القناة التناسلية للأنثى أو للسيدة هو عنده عدم قدرة على الانتصاب عنده حاجة اسمها القث المتجع بدأ ما يغذف للخارب يغذف المثانا أو أي طريقة تؤدي إلى عدم وجود الحيوانات المنوية داخل القناة التناسلية للسيدة يبقى الحل إيه؟ الحل إن احنا بنفسنا نأخذ هذا السائل المنوي وننشطه ونغذيه في معمل أطفال الأنابيب ثم نحقنه داخل الرحم ويبقى احنا تغلبنا على هذه المشكلة يبقى أولا لو عندنا مشكلة ميكانيكية مشكلة عند الزوج الزوج غير قادر على وضع على الحيوانات المنوية داخل القناة التناسلية للسيدة يبقى ده أول الانديكيشنز أو أول الحاجات اللي احنا بنعمل علشانها التلقيح داخل الرحمة أو التلقيح الصناعي ايه تاني؟ لو في مشكلة ميكانيكية في عنق الرحم أو كيميائية يعني ايه؟ يعني عنق الرحم حصل قبل كده إجهاض كذا مرة حصل ولادات حد استعمل آلات فحصل شوخ كبيرة جدا في عنق الرحم أصبع عنق الرحم ده يعني في مشاكل شوخ في حاجات تشريحية أو عنق الرحم بيخرج مادة كيميائية هذه المادة الكيميائية بتقتل الحيوانات المنوية يبقى احنا ايه الحل؟ الحل ان احنا تؤوركم ان احنا نعدي هذه المشكلة أو الكبري ده في مشاكل ان احنا ناخد السائل المنوي بعد معالجة معينة ونحقنه داخل الراحم واحنا عدينا هذه العقبة ان احنا العنق الرحم اللي فيه مشكلة تشريحية أو اللي فيه مشكلة كيميائية بنعديه بنحط الحيوانات المنوية المجهزة داخل الراحم ايه تاني ممكن نعمله ترقيح صناعي فيه حاجة اسمها unexplained infertility يعني ايه؟ يعني عدم القدرة على الانجاب غير مسببة أو غير معلومة وده مش قليل حقيقة يعني عشرين في المية من عدم القدرة على الانجاب هي عدم القدرة على الانجاب unexplained عملنا جميع التحليلات للزوج عملنا جميع التحليلات للزوجة وبما فيهم المنظر البطن ومنظر الرحم ماليناش لا مشكلة عند الزوج ولا مشكلة عند الزوجة وطب هنعمل ايه؟ احد الحلول الاولى هو التلقيح الداخل على الرحم ده كلها يعني امور بنعمل لها التلقيح الصناعي ومشكلة التلقيح الصناعي الحقيقة الوحيدة هو نسب النجاح بتاعته نسب النجاح بتاعته مش عالية يعني لا تزيد عن عشرين الى خمسة وعشرين في المئة طيب ميستو الوحيدة نوع خيص طبعا اذا قرن بوسائل الاخصاب الاخرى لو الحق لمجال اطفال النبيب ما فيش وجه مقابنا في السعر او في التكلفة طيب بنعمله ازاي بنجيب السيدة بناخد منها التاريخ المرضي بنفحصها الفحص الاكلينيكي بنعمل لها مواجهات صوتية وبنديها بروغرام تنشيط للطبويد غالبا ما بقاش زي البرغرام الكبير بتاع او القوي بتاع النوعين التانين فبنزي تنشيط التبويد وبنعمل المتابع عن طريق المرجات الصوتية لغاية التاريخ محدد احنا عارفينه وبنجي نقيس السونار الداخلي بنقيس الحواصلات التي تحول البويضات لما تصل الى قطر معين وبطانتر راح امتصل الى قطر معين في هذا التوقيت بنقول للزوج حراك تيجي انت والزوج في معمل اطفال نبيبي يوم كذا بنجهز بنجهز السائل المنوي في المعمل اطفال الانبيبي مهم جدا حقيقة انه التجهيز يتم في معمل اطفال الانبيب لانه في كتير جدا في مواصب يتم التجهيز في المعامل العادية وده احد اسباب الفشل الهامة جدا في التلقيح داخل الرحم فالمهم جدا انه نجهز العينة في معمل اطفال الانبيب وعدين وتوقيت توقيت حكم العينة فانا بدي العينة الزوج بيروح في المعمل الطبيب بتاع المعمل اللي في نصايح معينة بيقولها له بياخد منه العينة وبعدين بيجهزها بتاخد لها حوالي ساعة ونص الى ساعتين في التجهيز بيبعت لي بيحط العينة في سرينجة صغيرة كده ومتصلة بأمبوبة وفيعة وبنحقنها داخل الرحم وبعدين بند هذه السيدة احيانا ادوية لبناء بطانة الرحم لمساعدة على انزراع او انغماس البويدرة ملقاحة منقسمة داخل الرحم زي ما قلنا من شوية انه ميزة التلقيح الصناعي انه هو رخيص ميزة انه بتاخدش التخدير ده ميزة لكن عيبه الكبير انه نسب النجاح مش عالية لان احنا كل اللي احنا عملناها نشطنا التبويض عند السيدة اخذنا العينة من الزوج وعملنا لها تنشيط الحاجة التالتة وهو ان احنا وفرنا السكة الحنوية المنوية انه حطناها الداخل داخل الراحم شخصيا الحقيقة اللي بيساعد على الفشل التلقيح الصناعي انه فيه كتير جدا في مصر من الزملاء انه بيعمل تجهيز العينة في المعمل العادي حيث انه الانسان اللي هو بيعمل التجهيز والظروف غير مهيئة عشان نديني عينة كويسة ممكن نحقينها داخل الراحم طيب ده الوسيلة الاولى من وسائل الاخصاب المساعد وهو التلقيح داخل الراحم او التلقيح الصناعي وقلنا بنعمله المين قلنا بنعمله الزعي نيجي للوسيلتين التانيين واللي جي معناهم مع بعض لان الاتنين التانيين اسمهم التلقيح خارج الراحم نبدأ بالوسيلة الاولى وهي وسيلة وهي وسيلة الاطفال الانابيب وده اسم يعني كان اطلق زمان لانه كانوا كانوا بنحط العينة في انبوب فسموها اطفال الانابيب دلوقتي احنا بنحطها في اطباق فممكن دلوقتي انه اطفال اطباق بدأ اطفال الانابيب لكن خلاصة انه اطفال الانابيب هي عملية بدأت في انجلترا الحقيقة هي رائلة في هذا الموضوع سنة 1978 اول طفلة اتولدت مشهورة جدا اتولدت سنة 1978 في انجلترا وهذه الطفلة دلوقتي كبرت وخلفت كمان بقالها حوالي اربع خمس سنين وكانت كان حدث كان ثورة في مجال الطب وهو ولادة اول الطفلة في العالم عن طريق تقنية اطفال الانابيب النهاردة عندنا الملايين على مستوى العالم بيتولد وعن طريق هذه التقنية طيب اطفال الانابيب دي نعملها المين مين الناس اللي نعملهم اطفال الانابيب السيدات اللي عندهم مشاكل في الانابيب غير قابلة للاصلاح عن طريق جراحة المنظار السيدة عندها الانابيب مقفولة عملت لها منظار للبطن لقيت الحوض عبارة عن اسمنت كله مليان التصاقات لانابيب مقفولة او فيها التهاب مزمن وشكلها مش كويس فالخلاصة انه هذه الانبوبة خلاص غير قابلة انها نصلحها عن طريق الجراحة عن طريق جراحة منظار البطن فايه الحل هي الانبوبة دي كانت ايه وظيفتها الانبوبة هي مكان التقاء البويدة بالحيوان المنوي هذا اللقاء لا يتم في الداخل طب ايه الحل الحل ان احنا نعمل هذا اللقاء في الخارج على المكتب ونر بعد ما يحصل بعد ما نعمل هذا اللقاء في الخارج هنقول بعد كي نعمل ايه طيب فيبقى اهم الاسباب اللي بناعمل عشانها التلقيق الحقد الاطفال الانابيب وهو هناك يعني مشاكل في قناتي فالوب غير قابلة للإصلاح عن طريق جراحة المنظر ده يمكن السبب الاساسي اللي احنا بنعمل علشانه اطفال الانابيب او لو سيدة عملت لها انا تلقيح صناعي مرة واثنين وثلاثة ما حصل شي حمل بنالج الوسائل الاخرى من وسائل الاخصاب المساعد طيب اطفال الانابيب بنعملها ازاي ايضا بناخد التاريخ الماضي من السيدة بنعملها فحص الكلينيك بنعملها موجات صوتية بنعملها تحليل هرمونات وعلى ضوء كل الحاجات دي بنحطها تحت احد يعني كذا بروتوكول عندنا كل سيدة بنسبها بروتوكول او نظام معين للتنشيط يعتمد على سنها وعلى هرموناتها وعلى حاجات كتيرة جدا المهم كل سيدة بنختار لها ما يناسبها من انظمة التنشيط المتعددة وهو يمكن على رأس هذه الانظمة حاجة اسمها البروتوكول الطويل وده يمكن يعني رغم انه من البداية جدا لكن حتى هذه اللحظة هو تقريبا البروتوكول الطويل هو البروتوكول او نظام التنشيط الذي يؤتي احسن ثمار في اطفال الانبيب ايه البروتوكول الطويل ده بنجيب السيدة في اليوم العشرين من دورة سابقة نتدي نديها امبولات هو الاسف الشديد حتى هذه اللحظة يمكن اغلب البروتوكول بتعتمد على امبولات ويمكن يعني اربنا جدا ان احنا نستبدل هذه الامبولات باقراص او كابسولات لكن حتى هذه اللحظة اغلب البروتوكول او اغلب الانظمة بتعتمد على الحق الحق ودي احد المشاكل الحقيقة انه السيدة بتبقى تاخد ناس الحق تحت الجلد من يوم العشرين من دورة سابقة ولمدة حوالي 24 يوم هو الفضل كويس انها تحت الجلد عشان بتبقى يعني شكة بسيطة زي الانسولين بالضبط زي حق الانسولين فبتاخد هي ممكن تديها لنفسها بتبدأ من يوم العشرين من دورة سابقة بتدي تاخد الحق يوميا تقريبا لمدة 24 يوم بعدين في اليوم التاني من نزول الدورة الشهرية القادمة بنبدأ ندي حق في العضل ايه فلسفة التحت الجلد والتحت العضل ايه اللي بيعملوا ايه اللي تحت الجلد ده فلسفتها انها بتخلي الهرمونات الداخلية عند السيدة صفر يبقى انا شلت جميع الهرمونات الداخلية وعشان نمدي ادي تنشيط بالتبريد من الخارج يبقى انا متحكم في التنشيط تماما مش كده وبس متحكم في لحظة خروج البوائدات لانه كان زمان قبل ما البروتوكولز يبقى مشهورة ومعروفة وبالنظام اللي انا ذكرته ده كان كنا من تابع التبريد الحق البوائدات طلت الساعة عشر بالليل المعمل اللي لسه محدش فيه موجود مش مجهز فكان فيه درباك كبيرة جدا بقى النسطين طويلة دلوقتي بقينا توقيت احنا هناخد نسحب البوائدات اليوم الفلاني ساعة الفلانية بالزبط يعتمد على ايه يعتمد على الادوية اللي احنا بنديها هذه الادوية مثبتة وادوية منشطة الادوية اللي انا متحكم تماما في تنشيط التبويد انا متحكم تماما في نمو البوائدات انا متحكم تماما في معاد سحب البوائدات انا متحكم تماما في ارجاع معاد ارجاع الاجنة طيب هناخد فاصل اللي سنعود لحضراتكم المناظير مركز دكتور ني 78 شارع المنيل محطة الغمراوي الدور الرابع شاء تمانية طيب جانالكم وكنا منكلم على الوسيلة الثانية من وسائل الاخصاب المساعد وهو اطفال انابيب وكنا بتكلم عن البروتوكول الطويل وقلنا ان احنا بندي لسيدة امبولات وبعدين بنتابع التبويد الحقيقة لازم اليوم الثامن من الدورة الشهرية اللي احنا بندي فيها التنشيط بنعمل سونار داخلي ونعمل تحليل هرمونات حدف الزيارة دي عشان نشوف الاستجابة لو الاستجابة زي ما احنا عايزين كان من نفس الجرعة من الأمبولات لو الاستجابة اقل من اللي احنا عايزين زودنا الأمبولات لو الاستجابة اكتر من اللي احنا عايزين قللنا الأمبولات لو ما فيش استجابة خالص عملنا cancellation cycle يعني بطلنا كل الادوية تماما ونشوف ايه بعدين بنعمل متابعة بعد كده لغاية قطر الحويصلات التي تحوي البويضات احنا بالسنار ما بنشوفش البويضة احنا بالسنار بنشوف الحويصلة التي تحوي البويضة فبنتابع بالسنار لما أغلب البويضات المتعسف لما أغلب الحويصلات التي تحوي البويضات يبقى قطرها من 18 إلى 20 ملي يبقى بندي أمبولات معينة هذه الأمبولات معينة بيسموها العامة الإبارة التفجيرية ماشي يعني بندي الأمبولات دي وبعد هذا التوقيت ب36 ساعة بنسحب البوريضات عشان كده احنا في حاليا متحكمين جدا في ميعاد سحب البوريضات عن طريق البروتوكول اللي احنا وصفناه فبنقول احنا بنكلم قبل ما ندي الحقنة الأخيرة دي بنكلم المعملة ونقول له احنا انتم فاضين امتى ساعة كام وبالتالي بنعمل توقيت للحقنة اللي احنا نديها عشان تخرج البوريضات من الحويصرات عشان بعد 36 ساعة من هذا التوقيت بنسحب البوريضات غريبا ندي بقى السحب في الصبح بدري السيدة في مصر هنا بنفضل ندي بنج كلي حقيقة كنا شغالين زمان في أوروبا كان بمجود مهدئة فقط ما كنش بندي بنج لكن السيدات المصريات بحبوا جدا ياخدوا المخدر عام مش مشكلة بندي المخدر بنسحب البوريضات بنجهز السيدة مهم جدا ان احنا بنستعمل شي مادة معقمة لان احنا بناخد البوريضات بنستعمل سالين هو محلول ملحي عشان نعقم به ما ينفعش نحط مادة كيميائية وبعدين بنحط ابرة داخل كله بنعمل السنار بنشوف الحويصلة وبعدين بنحط ابرة الابرة دي متصلة بجهاز شفط بتشفط البوريضة وبعدين بدخل في كل حويصلة بشفط سائل جواها المعمى الجنبي بدي اللي انا شفطه ده في عنبوبة بديها للمعمل وغالي فيه بوريضة تلاتي ادخل في الحويصلة التانية وهكذا احيانا عندين عدد كبير من الحويصلات احيانا كل سيدة بتطلع عدد معين من البوريضات لو خصوصا في سعينين لو تحاوسوا او تكارسوا من البيضين بيطلعوا عدد كبير من البوريضات بديهم للمعمل وبعدين بعد ما بدي البوريضات كلها لطبيب المعمل بعمل حاجة اسمها موك ترانسفير ايه موك ترانسفير ده هو بروفا للنقل بروفا للنقل عشان ما جاء انا اعمل النقل بعد ثلاثة الى خمسة ايام النقل الاجنة الحقيقي لو في مشكلة عارف المشكلة فين وازاي اتجنبها مشكلة وبس لو لقيت في صعوبة في بروفة النقل بكتب نوتس كده او مذكرة على الملف انه هذه السيدة هيبقى النقل بتاعها صعب ونقلها ايضا تحت مخدر عام لكن لو انا عملت بروفة للنقل وطلعت النقل سهل خلاص يبقى زي اغلب السيدات بنقل الاجنة بعد ثات ايام او خمسة ايام ايضا على حسب الحالة لان احنا بنقل يا اما بعد ثات ايام اما بعد خمسة ايام بنقل الاجنة سيدة بتروحها وبندي ادوية في بقى اختلاف كتير جدا ندي ايه ادوية لكن الادوية اللي عليها اتفاق كامل وهي ادوية البروجستيرون اللي هي بتساعد على انزراع او انغماس ويضا الملقاحة المنقاسمة داخل الوحيان في بقى ناس بيدوا حيث كتير جدا في ناس بيدوا منضحيوي في ناس بيدوا حمد الفوليك في ناس بيدوا فياجرا في ناس بيدوا اوميجا يعني فيها لكن كلها حاجات يعني لم تثبت علميا بطريقة مؤكدة لكن الاتفاق الكامل على ادوية البروجستيرون بعدين بقول للسيدة حضرتك هتجين ان شاء الله حسب الاتفاق وحسب الحالة يا اما اليوم الثالث يا اما اليوم الخامس عشان نقل الاجنة نقل الاجنة الحقيقة هو السهل الممتنع يعني لانه اذا دي مرحلة الاخيرة واذا لم تتم بمهارة بالغة القصة كلها انتهت والفلوس كلها ضاعت وعشان كده نقل الاجنة يمكن الناس اللي عندها خبرة كبيرة جدا في اطفال الانبيب ممكن هو يخلي اي حد يعمل خطوات السابقة لكن هو لينقل الاجنة باديه لانه دي المرحلة الاخيرة وهي مرحلة رغم انها سهلة جدا لكنها لو لم تتم ببراعة ممكن تهدم المعبد كله من اول الاخر فانا بنقل الاجنة تحت السنار فدخل الانبوبة داخل الانبوبة النقل داخل الرحم بحيث مهم جدا ان انا ملمس الرحم لازم ملمس قمة الرحم لانا لو مست قمة الرحم بيحصل انقباضات في الرحم وبالتالي ممكن تطهد الاجنة فانا بحط الانبوبة النقل وتحت السنار وبنحطها تقريبا بنوقف حوالي نصف سنتين من قمة الرحم وبعدين بحقن الاجنة يعني بهدوء تام وبعدين بسلنا شوية يعني ثواني شوية وبعدين بطلع هذه الانبوبة اللي انحقنت بيها بديها للدكتور المعمل بيقول لي انه العملية تمت بامان وانا بشوف بالسنار الاجنة او الجنين موجود داخل الرحم وبعدين هنا بقى بيبدأ الحذر الشديد السيدة بيقعد في المعمل حوالي كم ساعة بعد النقل الاجنة وبعدين بيطرح بيتها لازم يعني بهدوء وبعدين يبدأ الحذر الممتوح الشغلها طبعا العلاقة الزوجية مش موجودة ما فيش شغل في البيت يعني بتعيش في هدوء لكن ما فيش نوم في السريع يعني ما تمش حاجة مجهدة وبعدين بتاخد أدوية زي ما قلنا فيه انواع كثيرة جدا من الأدوية لكن الاتفاق كله على أدوية البروجستيرون بعد حوالي 15 يوم من نقل الاجنة بنعمل اختبار اختبار حمل رقمي لو طلع اي نسبة بعدها بخمسة الى سبع ايام بنعمل مرجع الصوتية ونتأكد انه حصل حمل ولقة والحمل داخل الرحم ولقة وجنين واحد ولا أكثر هو الحقيقة دلوقتي بقت فيه موضع بأنه حوالي خمسة ست سنين وهو نقل جنين واحد فيه خاصة في السن الصغير يمكن السن كبير شوية ويمكن منين الجنينين أحيانا في مرحات الاربعين سنة أو أكثر ممكن ننقل تاية أجنة لكن دلوقتي الحقيقة في اتفاق يمكن عالمي على وان امبريون نحن ننقل جنين واحد فقط لأنه طبعا احنا عارفين انه لو نقلنا عدد من الأجنة عندنا احتمال انه كل العدد اللي احنا قرناه يحصل له حمل وتبقى السيدة زي ما كنا بنشوف زمان في الجرايد انه وكان الناس يبقى فرحلين جدا بالكلام ده طبعا ده مصيبة انه الدفلانة دي حمل فيه خمس أجنة وأربع أجنة وستة أجنة القصة دلوقتي إذا بيك فالير ده معناها فشل كبير جدا لهذا المركز أو لهذا الطبيب يعني لأنه الحمل المتعدد مليء بالمشاكل وأنا فاكر كويس جدا أنه ممكن في المؤتمر في هامبرج ممكن من 15 سنة ولا حاجة حضرنا مؤتمر ازاي أنه نقلل فرصة حدوث التوائم في وسائل اخصاب المساعد بعدين لو حصل حمل منتابع الحمل زي الحمل الطبيعي بعدين لغاية الولادة والولادة ما تتم ممكن تتم عن طريق الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية طبعا في عدد كبير من الزملاء بيحب يولده هؤلاء السيدات عن طريق العملية القيصرية لكن لو ما فيش مشكلة ميكانيكية ممكن تولد عن طريق الولادة الطبيعية فيش أي مشاكل نأتي للطريقة الثالثة والأخيرة لوسائل اخصاب المساعد ودي كانت حقيقة ثورة في مجال عقم الزجال ودي بدأت في البلاد السكندنافية سنة 1991 وهو ما يسمى بالحقن المجهري زمان قبل هذه التقنية ما تبدأ كان لما يبقى الزوج ما عندوش حانات منورية وعنده عدد قليل مليون أو أقل والحركة مسيئة والأكسام غير طبيعية مش كويسة أكسام غير طبيعية عالية يعني بنقوله والله يحددك روح ووفر فلوسك يعني صعب جدا أنه يحصل الحمل النهاردة لو الزوج ما عندوش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي ممكن يحصل حمل من المنتهى السهولة لو المصنع اللي هو الخصية اللي بيوخل حيوانات منوية في حيوانات منوية طيب فيه اتصال سيد عبدالناصر تفضل ايه وسلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك لو تكرم بقى لو ست خلطت البويضات في سن كبير يعني وفكرة الخلايا الجزعية دي هل ليها شغلة عاليا ولا والموضوع لسه تحصل هذا السؤال لو السيدة عندها مخزون المبيض خلص أو ما عندهاش بويضات وفيه حل يعني فيه حل الموضوع ده ولا الحقيقة طبعا زي ما حالتك بتقول فيه دلوقتي ابحاث لكن لازم نعرف كلمة ابحاث يعني لم يرقى الى مستوى الكلينيكي انه كلها حاجات ابحاث بنحاول بنطلع البويضات مش من المبيض من الخلايا الجزعية لكن يمكن مستقبلا ممكن ده يطبق الكلينيكيا لكن حتى هذه اللحظة كلها حاجات افكار يعني معملية لم ترقى الى المستوى الكلينيكي نيجي لموضوع الحقن المجهري انه بدأ في البلاد السكندنافية وكان ثورة الحقيقة اعتبر ثورة رهيبة في مجال عقم الرجال بنعملها المين الحقن المجهري وبنعملها ازاي وينسب نجاحها الحقن المجهري بنعمله لو في مشكلة عند الزوج ده اساسا يعني الحقن المجهري بتعمل في مشكلة لو في مشكلة بسيطة عند الزوج بنعمله تلقيه صناعي لو في مشكلة عويصة او كبيرة عند الزوج بنعمله حقن مجهري او الزوج ما عندهش حياة منوية خالص فاحنا بنضيف للحقن المجهري عينة من الخصية بنستعمل هذا النسيج من الخصية للحقن بدل من استعمل اللي جاكرت اللي هي حياة منوية اللي طلع في السائل المنوي ايضا لو بنعمل اساسا بنعملها لمشكلة كبيرة عند الزوج هذا الزوج عنده عدد احنا عندنا في التحليل السائل المنوي في ثلاث عناصر هاما نبص عليها العدد الحركة الأجسام غير الطبيعية دول الثلاث حاجات اللي احنا نبص عليهم في تحليل السائل المنوي طبعا ناخد فاصل اعلاني ثم نعود لحضراتكم وقراحة المناظير مركز دكتور ني 78 شارع المنيل محطة الغمراوي الدور الرابع شاءة مانية كنا بنتكلم قبل الفقرة الاعلانية على انه انه تحليل السائل المنوي نركز على ثلاث عناصر مهمة في حاجة تانية كتير لكن دول الثلاثة الاساسين وهو العدد والحركة والأجسام غير طبيعية تبقى لمنظمة الصحة العالمية في مستوى بنون العديد من مستوى طبيعي في اقل من كده يبقى في مشكلة العدد لا يقل عن 20 مليون الحركة الطبيعية لا تقل عن 60% الأجسام غير طبيعية لا تزيد عن 80% ده يمكن ده عقل من كده يبقى احنا واخدنا بقى درجات زي واحد ياخد جيد معبول راسب كده أحيانا احنا بنصادف انه الزوج ما عندهش حامات مانوية خالص بنعمله تحليل هومونات وأحيانا بنعمله عينة الخصية عينة الخصية مهمة جدا نعملها امتى لو احنا من الفحص الاكلينيكي ومن تحليل هومونات يعني شكينا انه الزوج ده ممكن احتمال اكبر يبقى عنده يبقى يفضل ان احنا ننشط السيدة وناخد عينة الخصية في نفس توقيت اغز البيضات لو العكس لو انا شاكيك انه الزوج ده في احتمال ما يطلعش حامات مانوية خالص النتيجة انه هومونات عنده هومونات الغدة النخمية عالية يبقى ده يفضل ان انا ااخد عينة الخصية قبل ما ابدأ تنشيط السيدة ولو طلع عنده حامات مانوية بجمدها وبعدين بستعمل بعد كده العينة الخصية المجمدة اه اتصال تلفوني اه امام احمد فضالي معلش يا دكتر نعيز اتعال حبيبتك سؤال نعم اه لابين كيه من جوزة بالها شهرين فبلتناها في دورة مرتين من جوزة افضل من جوزة قبل كده ومتتخلق فكل مستغرب ان هي ايه ما حمليتش وكد متجوزة متجوزة بالها شهرين او جتلاها في دورة مرتين نعم طب ايه مشكلة حاليا المشكلة حاليا حضرتك يعني اعمل ايه العمل ايه يعني مفروض الجماع لما اردت حضرتك كعب الدورة ولا نهار ما تمتيني ولا ايه معاليش العسل يعني هي دلوقتي مشكلة ايه مشاهم ايه دلوقتي عروسها جديدة لما حمليتش ما حمليتش حاضر حاضر عمرها كم سنة اه عمرها كم سنة هي عندها 20 20 سنة وهو عند 32 حاضر حاضر طيب انا انا يعني سيدنا اسمت السؤال ده انه سيدة بقى لها شهرين متزوجة ما حصلش حمل طبعا يعني في حاجة اسمها نسبة حدوث الحمل نسبة حدوث سمع الحمل عند اي زوجين ما عندهمش مشكلة 30% في الشهر وبالتالي احنا في الزوجين اللي سنهم صغير صغير يعني في العشرينات او نهاية العشرينات او حتى بداية تاتينات لو سنهم صغير بنستنى 12 شهر على الزواج ومراسة علاقة الزوجية المنطرة حاضرتك سنة شوية يعني شهرين ده يعني فترة صغيرة جدا ما ينفعش ان احنا نعمل اي رحلة بحث قبل مرور 12 شهر على الزواج الا اذا كان فيه مشاكل الا اذا كانت الزوجة دي عندها عدم تتظهر في الدروة الشهرية الدروة الشهرية بيجب كل شهرية 3 شهور او كان سنها كبيرة في 40 او اكتر او 35 او اكتر او كان الزوج دي عمل قبل كده عملية في منطقة الخصية او غير دول عندهم مشاكل ظاهرية بنبدأ رحلة البحث المدري لكن لو ما فيش مشاكل ظاهرية بنستنى 12 شهر على الزواج نرجع تاني لوسية الاخصاب المساعدة الاخيرة وهو الحقن المجهري وقلنا ان دي كانت يعني ثورة عظيمة جدا في مجال عقم الرجال بنعملها ازاي بنجي للسيدة بنديها نفس البروتوكول تفنى عليه قبل كده احد البروتوكولات المعروفة تبقى ليه المعطيات الموجودة وبعدين زي ما شرحنا بكده في اطفال انابيب فيه تاريخ محدد بنبعث السيدة ليه المعمل اطفال انابيب وبعدين بناخد السائل منر من الزوج وبعدين بعد معالجة معينة بنحقن كل بويضة بحيوان منوري تحت المجهر عشان كمنا سموه حقن المجهري المجهر هو ميكروسكوب عشان كمنا سموه حقن المجهري انا نفسي شخصيا باخد حيوان منوري وبحقنه داخل البويضة وبعدين بحطوه في الحضانة مدة 3 الى 5 ايام في اثناء هذه المرحلة بيحدث اخصاب ثم الانقسام وبنوجع الاجنة يئمة اليوم التاة يئمة اليوم الخامس طبقا لكل سيدة او كل الزوجين حسب حالتهم وبعدين قصة المتابعة زي ما ذكرت ابو كنا بالضبط فيه اطفال الانابيب الحقيقة يعني في بعض الدول ممكن انضمنها مصر يعني حاليا بتعمل اغلب المحاولات الاخصاب المساعد الحقن المجهري وده حقيقة علميا ما هواش نموذجي يعني مفهوض نوفر اطفال الحقن المجهري لمشاكل الزوج لكن احيانا واحد بيخاف يعني السيدة دي كلفت كتير جدا وكده فبيعملها حقن مجهري من الاول لكن يعني ده علميا مش مزبوط قوي ان لو في بعض الناس بيهربوا بيعملوا نص نص على اطفال الانابيب ونص تاني حقن مجهري وبيقارن بين الاثنين يعني خلاصة انه الحقن المجهري افضل يتعمل لو في مشكلة كبيرة عند الزوج لانه الاطفال الانابيب لو بصمالها هنلاقيها يعني اكتر فيسيولوجية عن الحقن المجهري الحقن المجهري انا نفس شخصي بحن البويضة بحن البويضة بالحقن المجهري لكن في الاطفال الانابيب ما محصنش الكلام ده بنحط الحقن المجهري جنب البويضة هم اللي بيخترقوا البويضة فالموضوع اقرب للطبيعة من الحقن المجهري بعدين بدي للسيدة ادوية بتساعد على انزراع او انغماس البويضة الملقاحة المقاسبة من داخل الرحم بعدها بخمستاشر يوم بعمل اختبار حمل رقمي طلع اي نسبة بعدها بخمس اي ساعة ايام بعمل سونار وبتأكد ان الحمل حصل ولا او او كان الحمل حصل داخل الرحم ولا او كان جنيه وبعدين بتابع الحمل زي ما ذكرنا قبل كده دول وسائل اخصاب المساعد اللي احنا اتفعنا عليها نرجع ننوح لموضوع تاني مختلف خاصة عن الموضوع اخصاب المساعد وهو ما يسمى بالمشيمة الساقطة الملتصقة وده الحقيقة بقت كابوس في الفترة الاخيرة نتيجة زيادة نسبة القيصريات في مصر بالذات وحقيقة يعني منظمة الصحة العالمية يمكن بقى التحذير شديد اللهجة انه نسبة القيصريات في مصر بقت عالية جدا في الفترة الاخيرة ويا جماعة خلوا بالكم وفيه الارم فيه يعني خطورة فالنهار ده يعني حقيقة في المستشفى مثلا المستشفى عندنا في المستشفى جلال التعليم للولاد وننولد في اليوم حوالي 120 الى 150 سيدة نستقبل حياة صعبة جدا اغلبها محول من المستشفى التانية او من بلاد تانية فاحنا بقينا منشوف تقريبا حاليا ممكن مرتين ثلاثة في الاسبوع نشوف موضوع المشيمة الساقطة الملتصقة ودي طبعا يعني موضوع بيبقى صعب جدا جدا ولازم محتاج مهارة معينة ولازم حد معين هو اللي بيتحكم في هذه الامور المشيمة طبيعيا بتنزرع في الجزء العلوي من الرحم ده الفيسيولوجي في 99% أو 99.5% من الاحوال بتنزرع في الجزء العلوي من الرحم هذا الجزء العلوي هو جزء عضلي غير نشط في 0.5% من الاحوال المشيمة بتنزرع في الجزء السفلي من الرحم هذا الجزء السفلي من الرحم وجزء نشط كل شوية بينقبض فلما بينقبض بيحصل المشيمة لا تنقبض إنه هو نسيج لا ينقبض فيحصل انفصال المشيمة عشان كده النزيف في المشيمة الساقطة بنسميه نزيف حتمي ومتكرر ولا يصاحبه ألم فهذا النزيف الذي يحدث اللي هو حتمي ومتكرر ولا يصاحبه ألم ده من الحاجات اللي ممكن نشخص بيها المشيمة الساقطة نعمل لها سونار نتأكد إن المشيمة نزلة أو ساقطة طيب مهم جدا خاصة لو هذه المشيمة الساقطة في الجدار الأمامي للرحم إنه إحنا نتأكد إنه ما فيش أكريشان يعني أكريشان يعني المشيمة ده مش لزقة فالمشيمة لو لزقة كمان يبقى إحنا زدنا الكارثة بقت طامة مش كارثة يعني فالمهم جدا إنه نحضر السيدة نديها دم وليها معالجة معينة هنقولها إن شاء الله مستقبلا الحقيقة وقتنا انتهى نستغدركم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر